تواصل وزارة الداخلية حملتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أعلى من السعر الرسمي تمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 691 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبطات بلغت 156 طلا وفي مجال الاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط 21 طلا وفي مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي للأرز الأبيض وعدم توريد أرز الشعير تمضبط 42 طلا أما في مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تمضبط 23 طلا وفي مجالي الحجب والبيع بأعلى من السعر الرسمي لمواد البناء تمضبط 60 طلا أسمنت وفي مجال قضايا المخابز تمضبط 462 قضية من بينها 159 قضية خبز ناقص الوزن و134 قضية خبز غير مطابق للمواصفات